الحديث أكثر ينضم إلينا من بغداد الأكاديمي والمؤرخ والخبير في الأثار علي النشمي أهلا وسهلا بك معنا في سكانيوز عربية بطاية فعلا ما المطلوب بعد كل ما عناه الاقتصاد العالمي اليوم ما المطلوب لحماية الأثار لحماية المتاحف خاصة وأن البعض لا يعتبر هذا حاليا أولوية لا بالتأكيد المتاحف عانت كثيرا في السنوات العشر الماضية وخصة في الشرق الأوسط بسبب الحروب في سوريا والعراق واليمن وفي غيرها من المناطق وبالتالي كثير من المتاحف دمرت كثير من المتاحف سرقت كثير من المتاحف أغلقت وبالتالي هذه معاناة المعاناة الأخرى التي حصلت في العقد الماضي نهايته هو كان كوفيد-19 هذا أدى إلى تدمير عالمي للمتاحف في العالم تدمير هنا ليس تدميرا فيزيكل يعني ماديا ولكن هو تدمير اقتصادي بحيث كانت هذه المتاحف تدر أموال طائلة جدا على دولها وعلى اقتصادياتها وأيضا كانت ساحة للدراسة ولكن بسبب كوفيد-19 تأثرت ولذلك الآن هذه المتاحف عليها أن تنطلق إلى مرحل جديد يعني الآن أعتقد أن بناء المتاحف مستقبلا يجب أن يتغير بعد كوفيد-19 كان مستقبلا المتاحف تبنى هي للأمان للحفاظ للحركة للدراسة لحفاظ على الأثر من الناحية من الشمس والضوء وغيرها والنساء البيولوجية الآن أعتقد يجب أن يكون هناك شيء آخر جديد هو إمكانية زيارة المتاحف عن بعد إمكانية تقديم الخدمات عن بعد إمكانية تقديم أشياء بسبب هذه الكرة وبالتالي أعتقد المهندسون في العالم والعالم يجب أن يفكر الآن ليس فقط المتاحف في كل شيء هناك أزمة عظيمة اشتاحة الإنسانية والكرة الأرضية هذه الأزمة قد تتكرر يعني هذا الكوفيد-19 خرج من مختبر ولكن قد تخرج مستقبل أشياء كديدة قبل أن نتحدث في حال سنكون أمام جائحة أخرى سيد علي دعنا نتحدث اليوم في يوم التراث العالمي عن الأصص الإيجابية نوعا ما نحن نتحدث عن معاناة لهذه المتاحف لكونها بحاجة إلى تمويل لصيانتها وإلى ما هناك ومع غياب الزوار وإقفال الأبواب بطبيعة الحال شح المدخول ما الذي يجب أن تقوم به ربما الأمم المتحدة لأنه أو حتى الدول يعني إذا ما أخذنا مثالا باريس متحف اللوفر اليوم أيضا يعود بالأموال إلى فرنسا بسبب زواره مصر افتتحت اليوم متحفها منذ أسبوعين تقريبا ولاقى يعني عالميا أصداء بما أنه العالم أيضا يتعطش إلى مثل هذه المتاحف اليوم ما رأيك؟ لا بالتأكيد ما قامت به مصر هي كانت حركة ذكية جدا وكانت بدفقة دراماتيكية كبيرة نفسية للمجتمع الشعب المصر وأيضا للسياحة في العالم نحن نحتاج إلى هكذا دفقات احتفالات معينة هذا نمط معين تعيد الثقة بالسياحة تعيد الثقة بالمتاحف تعيد الثقة بالتنقل وبالتالي أعتقد هذه أيضا قضية أخرى غير أيضا المتاحف الآن يجب أن تقوم بشيء آخر وهو تقديم أيضا المعروض بطريقة أكثر إبهار أكثر إيجابية أكثر سلاسة وبالتالي أعتقد هذه الأمور أيضا يعني المتاحف الآن يجب أن تكون ليست فقط العرض المباشر العيني بل يجب أن تكون هناك أيضا للعرض السينمائي والسلايدات وغيرها ولهذا أعتقد وأيضا هناك يجب كما أن هناك الآن وابسايدات لا تدخلها إلا من خلال المبالغ معينة أيضا يجب أن تكون هناك زيارات افتراضية وسياحة افتراضية الآن السياحة الافتراضية أعتقد ستكون ذات قفزة كبيرة جدا المتاحف الآن في العالم كله يجب أن تقوم بزيارات افتراضية وهذه أيضا تقدم أموال وقد تكون أموال كثيرة جدا تشجع الناس في الجامعات والمدارس وحتى الشخصيات وبالتالي أعتقد الآن كل هذه الأمور ستساعد أيضا على إعادة الثقة بالمتاحف هذا من جانب آخر هي الحياة كل المجتمعات تأثرت اقتصاديا وبالتالي عندما تتأثر اقتصاديا الكاسي سيؤثر على خدمة هذه المتاحف ولذلك أعتقد أن عندما تتحسن الظروف كثير من الأمور أيضا هناك جانب آخر الآن كثير من المتبرعين والمحسنين ومحبي العلم ومحبي الثقافة أيضا لهم دور كبير جدا في هذا الباب وأيضا يجب أن يكون هناك متاحف صغيرة متنقلة أعتقد هذا الموضوع استثنائي يحصل كل عشر سنوات في بلد ما الآن يجب أن تكون هذه المتاحف متوفرة هذه السريعة ليمكن أن تكون تنقل من بلد إلى آخر أيضا توفر يعني بدل ما أنتقل الآن إلى مصر وأنتقل إلى روما ممكن أن تأتيني بعد أن تتحسن الظروف طبعا بكوفيد 19 ممكن أن نرى مقتنعات مصرية ومقتنعات يونانية ومقتنعات إيطالية في متحف في بغداد في الإمارات في أمريكا هذه أيضا خطوة جديدة بالإضافة إلى الزيارة الافتراضية المتاحف الافتراضية بالإضافة إلى الأفلام التي تباعوا وبالتالي أعتقد كل هذه الأمور ستؤدي إلى هناك موارد كثيرة غير موارد الدولة ما المطلوب بما يتعلق بمتاحف منطقتنا يعني ذكرت بداية بغداد بغداد سوريا لبنان كل هذه المنطقة ما هي حاجتها الأساسية في الوقت الحالي لا هذه المتاحب في هذه المناطق المتأسبة هو إيقاف الحروب وإيقاف الأزمات من جانب ثاني اهتمام الحكومات الغير موجود في هذا المتاحب ثالثا زيادة الوعي والثقافة بهذه المتاحب رابعا وهو مهم زيادة الأمن والبوليس والقدرة الحماية لهذه المتاحب التي تعرضت إلى الكثير من النهب والتدمير وبالتالي الآن نحتاج إلى هذه الأشياء قد لا نحتاج إلى زيارة افتراضية وغيرها لنحافظ على مهم وهو موجود ومستقبل نفكر بانتلقات الأخرى هذا ما نحتاجه الآن في العراق وسوريا واليمن وغيرها في الشق الأوسط شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من بغداد الأكاديمي والمؤرخ والخبير في الأثار علي النشمي شكرا جزيلا لك